أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصار جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز لهم وخلال تفقده الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة تب بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بالمشروع بما يحقق الاستقرار للأسر المنتقلة ووجه مدبولي بزيادة المساحة الخضراء والاهتمام بأعمال نظافة خلال تفقده منطقة الخدمات بالمشروع وتفقد أيضا المخبز الموجود بالمشروع موجها بتوفير مخبز آخر وعربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز كما زار مدبولي المدارس القريبة من منطقة الخدمات حيث كلف وزارة التربية والتعليم بتقليل كثافة الفصول وزيادة أعداد المعلمين وتوجه رئيس الوزراء للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع والتي تم فيها تنفيذ نحو 70% من أعمال المرافق وبناء العمارات